السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته قبل البدء في الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط لا زر الإعجاب وتفعيل الجرس حتى تتوصل بالمزيد إن شاء الله كشف التقارير الصحفية أن إدارة نادي تشيلتي الإنجليزي اتخذت خطوات جدة للتفاوض مع غريمه مانشيستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع البرتغال كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية وقالت صحيفة فوتبول لانسيدر الإنجليزية فإن نادي تشيلتي من خلال إدارته الجديدة يستعد لتقديم عرض بقيمة 14 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع كريستيانو رونالدو وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو غاب عن تدريبات مانشيستر يونايتد ثلاثة أيام متواصلة منذ الاثنين الماضي مؤكدا أنه في عطلة لأسباب عائلية حيث سافر لمدينة لشبونة البرتغالية في مكان الفريق الإنجليزي ينتظره وكانت صحيفة صنة الإنجليزية أوضحت أن الإدارة استسلمت لرغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية في الوقت الذي يصر من خلاله اللاعب على رفضه العودة للتدريبات وشددت الصحيفة على أن المدرب الهولندي تيغ هاك بعد مباحثات مع مجلس الإدارة مانشيستر يونايتد وافق على التخطيط للموسم القادم دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترجمة نانسي قنقر